كمان الدكتور مجدي طلبة اللي معانا على التليفون واللي هنحاول ان احنا نعرف منه اللي هيحصل وإيه طبيعة التفرق كبيرة اللي هتحصل في الصدرات المصرية خلينا نقول ان فيه رشدة أو فيه حل لتفعيل هذه المجاز بشكل حقيقي ووقعي يتناسب مع لما نتكلم ان فيه جملة اسمها صناعة مصرية أو صدرات مصرية المهندس مجدي أو الدكتور مجدي طلبة معانا دلوقتي على التليفون اهلا بحركة معانا يا فن اهلا يا فن اهلا يا فن اهلا يا فن ازاي حضرتك ازاي حضرتك اتمنى اكون معاكو الحياة بس انا في العمرة والله يعني هنقول ان حضرتك دلوقتي في مكان افضل يعني فممكن تدعي للصدرات المصرية وحضرتك بتشارك في الخطة يعني اه طبعا طبعا انا بدأ المصر كلها والله طيب دكتور مجدي خلينا نتكلم مع حضرتك عن نقطة مهمة جدا في ملف التصدير اه استحواز اه بعض رجال الاعمال او دور المجالس التصديرية بشكل عام وحقيقة نشاطها من عدمه يعني رأي حضرتك في اداء تلك المجالس وفكرة دمجها فكرة اه ممكن تكون في صالح التصدير ولا كان يجب الغاءها زي ما كان فيه بعض الاصوات بتنادي بذلك طيب خليدي بس اوضح لك الصورة شوية اه انتي كلمت على حاجتين على مجالس الاعمال وانتلذبت على المجالس التصديرية فسريعا مجالس الاعمال اللي طبعا فيه المشكلة الحقيقة في اللي انشأ هذه المجالس ومحطش لها دور واضح لدي استداخل بين عمل مجالس الاعمال والمجالس التصديرية وزي ما حدك قلت فعلا يعني فيه مجالس اعمال يعني انا واحد من ناس فعرفت ان انا عضوه في مجلس مجرائي او مجلسين تماما فيعني القصة الحقيقة عايزة نوع من الترتيب شوية النقطة التانية المجالس التصديرية هو الدمج ما حصلش لها لعدم محطوك ده انا رأسهم مجلسنا اه هو كان ثلاث مجالس وده كان احد اسباب انتيار هذه الصناعة على مدار السنين اللي فادت هناك ممثلة بست كينات ثلاث مجالس وغرصتين ومجلس اعلى وكله بيتضرب مع كله وكله لهم صالح خاصة فبالتاني كان هذا القرار مهتخز من زمان انما لم يسطح حد تلسل فعليا الا ده وقت تحسب صراحة لمعالي رئيس الوزراء اه الدور بتاع المجالس واضح المجالس انشئت في الفين وخمسة اللي يكون توجهها تصدير بحث وتكون مجالس مشارية للحكومة تمام؟ يعني المجالس نجحت احنا كان عندنا نبوه في الصادرات بيزيد على 30% متوسطه لكل القطاعات من 2005 اه 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 بدأت المجالس الحقيقة تخش في بعض الأعمال التنفيذية بدأت تخش في بعض الأخطاء اللي حضرتك ذكر بيها اه مجالس نجحت وفي مجالس بالتأكيد فشلت اولام اه ما كانش لها دور ملحوظ في النهوض بالصادرات هلأك تقدر تقول مين انجح مجلس تصديري ومين افشل مجلس تصديري؟ لا قولي ما تقدرش تقولي كده حياتي انا بالنسبة لي كل شيء بقيسه برقم اه انا لما بص الإجمالي صادرات مصر الحقيقة اقول كلنا مقصرين مجالس وحكومة لان لا المجالس اشتغل لوحدها ولا الحكومة اشتغل لوحدها الحكومة لازم تدي تعليمات واضحة وحكومة تعامل واضحة للمجالس في المجالس اللي اشتغل الحكومة لازم تقيم وترائب كانت ما كانش بترمى على مدار السبعة تمانسين اللي فاتوا وطبعا في بعض المجالس شغالها جاية طبعا زي صديق العديد مع حياتك تاني برزي للناس كويسين ده نمو صفر يا حندم ده نمو القطاع صفر طبعا انا هقولك حاجة اخطر احنا لصناعات النسجية تلت مجالس رقم الصادرات في 2007-2008 هو رقم 2017-2018 لو احنا افترضنا واخدنا معدل التعوين احنا نزلنا للنص احنا عايزين نتفل الكلب بصراحة احنا عندنا مشكلة وعندنا مشكلة في الصادرات المصرية يتحملها الجميع لانه يعني انا برضو بكرر انه دفاعنا مع رئيس المزراء اول مرة اسمع من رئيس وزراء مصر من تسع سنين ان الصادرات حيقوا مود لم يتكلم اي مسؤول عن الصادرات بالعكس الصادرات كانت بتحارب في ال 65 دين الفاتح بتحارب من مين يا دكتور والله يا فاند بصي بتحارب داخليا من الحكومة بتحارب للأسف من بعض مجتمعات الاعمال بقى عندنا صراع بين المحل والصادرات يعني كل واحد كانت تتكلم على اوضاعه الخاصة ومشاكله خاصة واهتماماته خاصة فبالتالي دخلنا في دايلاما كانت التأثير طبعا قرارات تطلع بدون اتخاذ اي مشاورات مع اصحاب الشأن يعني ده خلنا في دايلاما الحقيقة ناتجتها بدون ما يعني احنا مشاوزين نبكي على اللبن المشبوب طيب هو استفسار بسيط يعني هو حضرتك رئيس مجلس التصديري لأي قطاع يجب انه هو يكون رقم واحد في التصدير في هذا القطاع يعني دائما كم شوف رؤتان مجالس التصديرية لما بيعلنوا عن اجتماعات فهو مهم بالنسبة له جدا انه هو الشركة رقم واحد في هذا المجال نصي حضرتك الاصطناعات النسجية يعني مفروض قطاع من اخضر منك ده فيه حوالي 30% من اكمال اعمال مصر في القطاع الصناعي تكون وهذا القطاع اربطان يعني لو تلك فيه بلد بن جلاديش بتصدر 34 مليار بولار من سجاد سنويا احنا منصدر بجلاتنا فاذا هذا القطاع وجميع المتغيرات الدولية في العالم بالواقع بتلعب بصالح مصر بالصناعة بيئن لمصر عشان كده يعني ده الكلام اللي قاله قدام دولة سرئيس الوزراء وهو تفهمه كويس جدا انه احنا رفاهات الوقت مش عندنا عندنا فرصة ذهبية ان احنا نعوض الضرر واخر اللي حصل بذلك نحنا ما عملنا له استراتيجياتنا نحنا دخلنا طبعا باستراتيجيات ارقام وارقام حقيقية لانه هناك دول عديدة النهاردة الصناعة بتخرج منها ومغيئة لها تبقل يا تيجي مصر يا هتروح دول تانية تمام في افريقيا طلع في شمال افريقيا طالع في جنوب شرق اسيا في دول جديدة طلع جامد فالصراع قوي جدا وما يحتملش النهاردة الزارة فكل لازم يشتغل وكل لازم يتخطي تحت مسؤولية متى ممكن يكون عندنا خطة واضحة نقول معالمها للنهوض بالصادرات المصرية وحضراتك بتتوقع في ظل التفعيل واهتمام رئيس الوزراء وجود حضرتك على رأس اربع مجال استصدرية وشخص مهم جدا زي تلاتة ماشا فندم يعني هم انا قضل والمهندس هاني بيرزي موجود معنا النهاردة هو من الشخصيات الصناعية المهمة وبيمسي على حضرتك كمان مهندس هاني ربنا يخليه درجل عظيم وانا بتشرح دعيلنا يا مجدبيه والله الله يخليك لصناعاتك زي بس ولا للتصدير بشكل عام لمصر ماتة بقى دكتور ماجدي نشوف ان يكون عندنا خطة واضحة المعالم للنهوض بالصادرات المصرية بص يا حضرتك احنا بقالنا سنة شغالين حال الحظ الكويس احنا بدأنا هذا الاسباح من حوالي سنة احنا كان عندنا مجلس اعلى للصناعات النسجية جير مفاعل هو داخل سباكة في ثلاث مجالس على الغرف على فعل من حوالي سنة وعمل استراتيجية اشتغلنا فيها سبعة ثمان تشتر حقيقية ومشي على التوازي مع استراتيجية الحاجة الاوروبي بيستغلها مع وزارة الصناعة والشيء الجميل ان احنا وصلنا الرقم واحد احنا حطينا التصور ان احنا نقدر نصر امكانياتها توصلنا هذا القطاع فقط لان احنا نقط من ثلاثة مليار دولار صادرات الى اثناشر مليار دولار على اثنين خمسة عشر وان احنا نضيف ما يقرب من ربعمية الف فرصة عمل في هذا القطاع وان احنا نضرب ما يقرب من مليون بني آدم ولو وصلنا لهذا رقم في الفين خمسة وعشرين هيبتصعدنا بعد كده بعشرات المليارات يعني واجه الاقتصاد المصري ممكن انه يتغير انما الكلام ده كله مربوط بالستراتيجية تم وضعها ونقشناها مع معالي الرئيس الوزراء وكان فيه تفاهم كامل يعني برضو الحقيقة الحقيقة قال يعني هذا الاجتماع انا بسمين اول مرة اخرج باجتماع متفائل جدا بصراحة انا كنت اقول لحضرتك ان في اخر لقاء لحضرتك معانا كان عندك حالة احباط وكنت بتقول ان انا هبتعد عن العمل الاجتماعي فكويس جدا ان حضرتك النهاردة متفائل وبتتكلم عن خطة وقعية في ملف مهم جدا زي التصديد مصطفى مجبولي الحقيقة كان في لقاءه يعني اولا فنيا على درجة عالية جدا دخل في تفاصيل التفاصيل احنا عادنا ما يقرب من ساعتين اجلسنا لوحده شرح كامل اسئلة كاملة تفاصيل كاملة صراحة كاملة حتى لما بنتكلم على موضوع المساندة كان في منطهى الصراحة لان كان حصل ضغط وحصل بالأسف ناس كتير الكلمة في الاعلام وكلام محبوط دولة مش هتاكل على المصدرين منهم دولة السوداء قال احنا بس الرقم تراكمات وضخمة لازم نشوف آلية ازاي ندفعه نعم هندفعه بأسرع ما يمكن واتفقنا على دقاط لهذه الآلية كلمنا على المساندة الجاية لازم ترتبط بين مو وقيمة مضافة وفتعميك حق الصناعة معتش خلاص الدولة مش هتدي دعم او تدي مساندة لمجرد المساندة انها ستروح في جيوبنا ولا لأشخاص بعينهم يعني هيكون في ارتباط والصيق بحجم الصناعة ونموها وازاي انها تكون بتمثل مات مش عايزة يعطل حضرتك عن العمر اكتر من كده ولا يعني يعني يكون في ان شاء الله دور ومجهود مهم ودعوات من حضرتك ليه ملف التصدير وحضرتك موجود بشكرك على وجودك معنا وعمرة مقبولة ان شاء الله وزي معهدناك دايما صريح في كلامك يا دكتور مجد شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا